لقد تحدثنا قليلا عن قيام الصين بطباعة كميات من اليوان الصيني لشراء عملة أجنبية من أجل إبقاء سعر اليوان منخفض ولكن أود في هذا الفيديو النظر إلى بعض البيانات الرسمية لأوضح لكم أن ما قدمته لكم لم يكن كله من وحي الخيال فقد حصلت على هذه البيانات في الحقيقة بشكل مباشر من موقع المصرف الشعبي الصيني الإلكتروني يوضح هذا الجدول عرض النقد في عام 2010 كما يوضح هذا الجدول عرض النقد لعام 2009 يمكنك الحصول على عرض النقد الخاص بأي عام من الموقع الإلكتروني الخاص لهذا المصرف ولكن يمكننا النظر إلى ما حدث خلال عام 2010 أو بالتحديد لما حدث ما بين العام 2009 وحتى العام 2010 دعونا ننظر إلى ما حدث في الفترة ما بين 22 لعام 2009 إلى 22 لعام 2010 وسنتحدث فقط عن عرض النقد M1 وقد اخترت الفترة الواقعة ما بين 22 من العام 2009 حتى 22 من العام 2010 لوجود بيانات خاصة بهذه الفترة إذ لا توجد بيانات خاصة بالفترة من كانون أول من العام 2009 حتى كانون أول من العام 2010 في بعض الجداول الأخرى التي سنستخدمها في هذا الفيديو على أي حال تقدم لنا هذه البيانات فكرة عامة عن الموضوع إذن إذا انتقلنا من 22 لعام 2009 وبالمناسبة نتحدث هنا عن عرض النقد M1 يقدر بمئات الملايين من اليوان وقد بلغ عرض النقد في هذا الشهر لهذا العام وسنحاول تحويل هذه الأرقام بداع التبصيد وبالانتقال إلى شهر 22 لعام 2010 كان عرض النقد M1 يساوي 259 420 مليون يوان والآن دعونا نوجد فارق الزيادة بالآلة الحاسبة لقد ذكرنا أنه بعد سنة أصبح عرض النقد M1 يساوي 259 420 مليون يوان ناقص عرض النقد M1 للعام السابق أي ناقص 212 493 مليون يوان إذن يبلغ فارق الزيادة 46 927 مجددا نتحدث هنا عن أرقام بمئات الملايين وبالتالي إذا أردنا التحويل من 100 إلى مليون يوان سنضرب الفارق بمئة عند ضرب هذا العدد بمئة نحصل على الناتج بالمليون وإذا أردنا الحصول على الناتج بالمليار يوان نقسم فارق الزيادة على ألف وعند قسمته على ألف نجد أن الناتج يساوي 4.6 أو 4.7 تريليون يوان وهذا هو حجم الزيادة في عرض النقد M1 الخاص بهذا المصرف من 22 لعام 2009 إلى 22 لعام 2010 وهي زيادة ملحوظة إلى حد ما ولتحويل هذا الناتج إلى الدولار سنفترض أن سعر الصرف الحالي هو 6.5 للدولار الواحد وعند قسمة هذا الناتج على 6.5 لتحويل هذا المبلغ لعملة الدولار نحصل على 721 دولارا وتذكروا أننا نتحدث هنا بالمليارات أي أن فارق الزيادة بالدولار تقريبا يساوي 722 مليار دولار في عرض النقد M1 الخاص بالصين في الفترة الممتدة ما بين 22 من العام 2009 حتى 22 من العام 2010 وفي الفيديو القادم سنقارن هذه الزيادة في عرض النقد مع الزيادة في سعر الصرف أو بالأحرى مع حجم الأصول الأجنبية وسنتحدث أيضا عن كيفية استخدام هذه المبالغ لشراء بضائع من الدول الأخرى أو شراء عملات أجنبية من دول أخرى وذلك من أجل إبقاء سعر اليوان منخفض كان معكم سلمان خان من أكاديمية خان لقناة CNBC ترجمة نانسي قنقر